في ظل المخاوف من سرعة انتشاره اكدت وزارة الصحة عدم تسجيل اي حالات اصابة بفيروس زيكا المنتشر حاليا في اكثر من 24 دولة والذي يؤدي الى اصابة المواليد الجدد بضمور الجمجمة وقالت وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة العامة دكتورة ماجد القطان ان الوزارة لديها قدرة والامكانات لرصد اي اصابة بهذا النوع من الفيروس والاعلان عنه بكل شفافية واشارت القطان الى اصدار الوزارة تعميما لجميع المستشفيات والمراكز الصحية يقضي بان يتم التواصل مع اقسام الصحة الوقائية ومختبرات الصحة العامة عند رصد اي اصابة او اعراض للمرض لدى اي شخص كان مسافرا الى احدى الدول الذي ينتشر فيها الفيروس لسيما دول امريكا اللاتينية بهدف اتخاذ الاجراءات الاحترازية المناسبة